مساء الخير للجميع. اهلا وسهلا فيكم. بتشرف كتير اني عم بشوف ناس عم بتشارك على القناة وعم تكتب كومنت وبتسوي لايك. بصراحة هذا الشي كتير كويس. انا متفائل جدا انه قناتنا تنجح بسببكم ونكون احنا جزء من الحدث. نقدر نبدي رأينا نشارك نحلل. احنا طول عمرنا منسمع تحليل من الاشخاص. ما شاء الله ذوي الخبرة الكبار. بس احنا قناتنا حابين نفتح مجال للشباب الشباب العربي. يبدي رأيه يحاول يحلل الامور من وجهة نظره. ننصح بعض. احنا بالاخير ان شاء الله كشباب بجمعنا الدين واللغة. واحنا كلنا اخوان في بلاد العربية. بنتمنى انه نفيض بعض. نحاول نشارك اراءنا مع بعض. بصراحة في كتير احداث متسارعة صارت بالحرب الروسية الاوكرانية اليوم. اللي بنثمنى انها تنتهي بأسرع وقت ممكن. لتنهي التأثير السلبي علينا كدول عربية للأسف. من ناحية اقتصادية. من ناحية حتى خدنا نحكي تجاذبات سياسية بين اطراف معينة. احنا بالاخر كلنا مواطنين هاي الدول بتجمعنا محبتنا لبلادنا. بتجمعنا عروبتنا. ان شاء الله بيوم الايام كلنا نقدر انه نعيش الحلم اللي كلنا بنثمنى انه يتحقق. اللي هو بلاد عربية موحدة. على غيرار الاتحاد الاوروبي. على غيرار روليات المتحدة الامريكية. ان شاء الله بيكون يوم قريب. بصراحة كتير عاجبني مواقف الدول العربية اللي هي عم تنقب نفسها عن الاحداث. كثير بتكون محايدة. واحنا ما لنا علاقة باللي عم بصير. هذي حرب بالوكالة بين خلنا نحكي دول عظمة ودول كبرى. بس شي واحد اللي لازم احنا كتير نهتم في اللي هو شبابنا ما ينجر نهائيا لهذه الحرب اللي هو حاليا عم بتخطط انه في مجموعة من الناس من الشباب العربي اللي اكتسبوا خبرات قتالية من الحرب الدائرة في سوريا كانت وفي العراق اللي للأسف كان سببها الوليات المتحدة الامريكية. واحتلت العراق بالالفين وتلات. وسوريا الاحداث للأسف اللي صارت فيها. نتمنى انه سوريا ترجع دولة قوية شقيقة. عزيزة علينا كل نا. ويرجعوا الاخوان يتحدوا مع بعض بالاخير. شو ما صار بنضلنا احنا اخوان. بصراحة فيه كان يوم خبر انه الرئيس الروسي تواصل مع المستشار الالماني شولتز والرئيس الفرنسي ماكرون. في اخبار بتحكي انه زيلنسكي تقريبا يعني ما ضل وقت كتير او مجال المناورة فممكن انه يستسلم باي وقت. بخاصة انه روسيا هددت اليوم باستهداف اي خطوة امداد بتروح لاوكرانيا واعتبرتها هدف مشروع خاصة انها بتستخدم ضد الجيش الروسي وهذا شيء بصراحة انا من وجهة نظري حقهم لانه بالاخر روسيا هي صحيح انا بعتبرها غازي ولل اسف يعني اللي عملته في سوريا كمان عبارة عن احتلال كان وحاليا عم تعمل نفس الشي في اوكرانيا. انا دائما مفضل الحل السياسي. بس من وجهة نظري كمان بتفهم انه حلف الناتو عماله قاعد بكبر وبتوسع على حساب دول مثل روسيا على اساس انه يكون على حدودها وينشر اسلحة. بالاخير ما رح تقدي الا لحرب عالمية تالتة اتهدت جميع الكوكب. للاسف. فانا بتمنى انه يكون في خلينا نحكي جولات مكوكية الدبلوماسية. ممكن حد يقدر يحل هاي المشكلة. بين الطرفين. بصراحة في كتير ناس عم بتروخ ضحية للحرب وهي ما لها علاقة. احنا بالاخير بنبدي تعاطفنا اكيد من الجانب الانساني مع المواطنين والاوكرانيين. والحمد لله دولنا العربية دايما مفتوحة لكل مستغيث. هذا الشيء بطبيعنا وفي ديننا. وقادرين دائما انه نعطي مثال يحتذا به للدول الاخرى ويعرفوا شو طبيعة احنا اخلاقنا للأسف كانوا يحاربونا. ويعتقدوا انه احنا ناس يعني مش عارف شو التعبير اللي انا مش قادر يطلع مني حتى لكن لأسف احنا دائما اصحاب اخلاق واصحاب دين واصحاب علم اغلب شبابنا في كل مكان في العالم ناجحين. وبتمنى انه رسالتنا اللي فتحنا هاي القناة بسببها انها توصل لجميع الشباب اللي بيفكر انه يكون جزء من هذه الحرب يشيل الموضوع من راسه ويرجع يفكر الف مرة لا تخلي نفسك وقود لنار شعلانة انت مش طرف فيها ويلك هدف فيها بغض النظر عن المادة اللي رح يعرضوها عليك بغض النظر عن اي شي ممكن يغروق في حاول انك تضلك ببلدك تبني بلدك نحاول انه احنا قد ما ينقدر نصمد بعيد عن هذه التجاذبات زي ما حكيت احنا اغلب دولنا الحمد لله اخذت موقف الحياد واحنا كشعوب كمان لازم نوقف موقف الحياد ونبتعد عن اي تصادم مع اي شخص احنا ما في بيننا وبينه اية يعني خلنا نحكي حروب او سوريا احنا بسوريا ممكن انه نقاوم ان نسوي نعمل لكن انه نروح على اوكرانيا نضيع حياة شبابنا في اوكرانيا زي ما صار في الافغانستان فيما قبل هذا شي انا بتمنى انه ما يحدث وشكرا جزيلا لكل شخص حضروا الفيديو الاول عم بيحضروا الفيديو التاني اتمنى من الجميع يقدم الدعم لهاي القناة احنا خلينا نكون قناة شبابنا العربي نتناقش بجميع المواضيع ان شاء الله في المستقبل